اهلا بكم فتاة مطبخ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد هنعمل مع بعض ترطة حلوة جدا مش هنقول اقتصادية بس في كل احوال هتكون احسن من برة وارخص من برة وكفاية نضافتها على ايدك انا هنا عاملة كيكة بطريقة كيكة الحليب المغلي موجودة عندي على القناة والاشكال اللي فوق دي عملناها في فيديو قبل كده هنا بجيب الكيكة بتاعتي بقسمها نصين انا هنا عاملة صانية كبيرة فعملة مقدار ضعف مقدار الكيك يعني حتى في الصانية مقدارين اسمت الكيكة نصين واخد النص اللي فوق اشيله وهي النص التحت هنا المفروض ان انا كنت هسقي بشربات الاول شربات خفيف اسقي الكيك بتاعي بس انا نسيت فهرش كده الشربات على الكريمة من فوق احنا مفروض بنسقي الكيكة بتاعتنا عشان تتشرب وتكون طرية وزي اللي بنجيبها من محلات بالزبط فانا نسيت في حطتها بقى الشربات من فوق ها غطي بالااا النص التاني والمفروض برضو ان انا كنت تسقي النص التاني بشربات قبل ما حطت الكريمة وطبعا نسيت فلمت الكريمة تاني وحاولت اسقي كده بالشربات وحركه كده عشان يدخل جوا مسام الكيكة اا مش عارفة كان الا حاصلي ساعة الكيكة دي فكنت بنسى خالص ان انا حط الشربات هبتدي هارجع بقى اغطي كده الخليط بتاعي بالااا الكريمة انا عاملة خليط خفيف اوي لان انا لسه هحط طبقة كريمة تاني الشكل اللي تحبيه بقى من فوق انا هنا مختارة الامع اللي شبه الام democratic وهشكل بي بعد كده بقى لقيته متعب وبياخد وقت فغيرت البلبلة وحطت التاني الصغير ده ولو في الصيف بتحتاج ان انتي بعد ما غطتي بطبقة الكريمة اللي تحت بتدخليها التلاجة تمسك شوية وبعدين تطلع تكملي لو في الشتاء بتيجي لحد النص كده وتلاقي الكريمة ساحة معاكي فتحتاجي برضو تدخليها التلاجة هنا جبت فرماسول الكور وابتدي كده ارش على الاطراف واللي بيقعدة طبعا احنا مسحين الرخامة حلو جدا جدا عشان اي حاجات بتاقع وانا عرف نشيلها قلفت كل الاطراف بها هنا بعمل تقسيمة بس في النص عشان اشكال الشوكولاتة اللي هحطها من فوق طبعا اشكال الشوكولاتة دي احنا عامناها في البيت طريقتها سهلة جدا بدل ما تروحي تشتريها من بره خط تقسيمة بس كده من الوش واحط في كل تقسيمة من اللي انا عاملاها آآ شكلة من الاشكال اللي انا عاملاها دي بحيس ان هي تبقى قد قطعة الجاتو اللي انا هقدمها بتعمليها قبل احتفالك بيوم عشان تكون شربة من الكريمة ومن الشربات اللي حطناها بتكون حلوة جدا 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 ان شاء الله تجربيها وتعجبك وتقوليه رأيك في تالي ات بوي بوي